صباح الخير نوفمبر 2011 يا رب يعيدوا عليكم بصحة وخير وسلام وبما انه عيد اللحمة يريد نخف شوية في الاكل وان طبعا اللحمة اليوم دي غالية فيعني ايه مش هنقدر من لنا نكون لحمة زي الاول بس كل سنة وانتو طيبين تاني وبنحب نفكركم اللي مش هيرح يشوف حلقتنا احنا معنا حلقة حلوة قوي اللي مش هيرح يشوفها وعايز يشوفها تاني او هشوفها اول مرة ممكن يشوفها على اليوتيوب شانل بتاعتنا www.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.yout نعيش أجواء العيد عيد سعيد علينا جميعا يا رب كل الحجاج المصريين يرجعوا لنا بالسلامة وكل الحجاج اللي في بيت الله الحرام يرجعوا بالسلامة إن شاء الله النهاردة على فكرة عندنا فقرة دينية نقدر نتكلم فيها عن عيد الأطحى ومغزى الخاص بالأطحية ليه ومين المفروض أنه هو يقوم بالأطحية ونتكلم أكتر عن ممكن المسلمين في جميع أنحاء العالم وهم أهليهم موجودين في الكعبة ممكن أن هما يعملوا إيه أو يقولوا إيه أو إيه اللي ممكن نستفادوا من العيد الأطحى معانا في الفقرة الخاصة الفقرة الدينية الدعية الإسلامية إيناس مصطفى هتكون مشرفانا النهاردة وحنتكلم عن عيد الأطحى وعندنا فقرة كمان في عيدة مصرية حلوة جدا عموما جمع الأفراح والمناسبات في وقت واحدة تلاقي دايما العيد وخطوبة العيد وفرح لازم تلاقي مناسبات راس السنة ومعيها أي احتفال رسمي في البيت مهم السنة دي زي كل عيد دايما بيبقى فيه أفراح كتيرة جدا موجودة في أول وتاني يوم العيد خصوصا فمعينا وادين بلانر أو منصقة ومنظمة أفراح اسمها مية حسني هتكلمنا النهاردة على ترتيبات الفرح بتبقى إزاي ونفتديها قبل الفرح بقد إيه وكل المناسبات دي نقدر نجمعها مع بعض السنة ومناسبة إن احنا في أول يوم في العيد هيكون مشاركنا أحد نجومنا أحد نجوم التمثيل هيكون معنا الممثل أحمد وفيه هنتكلم معاه عن أدواره اللمع فيها ويمكن أخرها كان أهل كايرو ولو نفتكره من سكوط نصور كان أول اتشافه مع يوسف شاين هنتكلم معاه بيعمل إيه في العيد رأيه وإيه في اللي بيحصل والأحداث الجارية اللي يمديك سريعا عندنا كمان فكرة خاصة عن التغذية معنا الدكتور محمد سليم يتكلم عن التغذية إزاي في العيد وعندنا فرقة جميلة جدا موسيقية هتستمتع بيها في العيد كل سنة وحضراتكو طيبين نبتدي يومنا ونهاركو دايما سعيد